عرجت مصلح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية الأمن المقاطعة الإدارية دار البيضاء قضيتين الأولى تتعلق بحيازة والعرض على الغير المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة أما القضية الثانية فهي قضية حيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف الأول قضية الحال جاءت على إثر معلومة مفادها وجود شخصان مشتبه فيما يقومان بترويج المخدرات على مستوى أحد الأحياء بقطاع الاختصاص يحاولان زرع الرعب في الأوسط السكانية وبعد عمل الترصد قامت بها عناصر والفرقة في توقيف المشتبة فيه الأول معروف لدى المصالح الأمنية بعدة سوابق عادلية وبعد إصدار إذن بتفتيش مسكنه تم ضبط كمية من المخدرات والأقراص المهلوسة بالإضافة إلى الأسلحة البيضاء